بسم الله الرحمن الرحيم النظام السعودي يحل أقدة اللاشرعية في نظامه بالوعود الديمقراطية العقيمة هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات عن نشوء النظام السعودي على السيف والقوة والإرهاب وعلى الفكر الوهابي الذي هذا النظام استخدم الوهابية المتطرفة التي تكفر عمة المسلمين فاستخدمهم في السيطرة على الجزيرة العربية في بداية القرن العشرين ثم ضربهم بعد ذلك عندما كفروا وحاولوا أن يخرجوا عن قيادته ضربهم بعلماء الوهابية بمشايخ الوهابية الكبار ثم أقصى هؤلاء المشايخ وضربهم بعد ذلك واستبدى بالسلطة استبدادا مطلقا وطوال مئة سنة كان هذا النظام يشعر بأنه يفتقد إلى الشرعية الدستورية الشرعية الشعبية أن الشعب بعيد عنه ولا يملك أي شرعية سوى السيف حاولت أن يستخدم شعار الشريعة الإسلامية وأنه نظام إسلامي ويدعو إلى التوحيد ولكن مع ذلك الشعب السعودي وحتى الوهابيون لم يكتنعوا بذلك ورأوا أنه هذا النظام يعني يضحك عليهم فليست له أي شرعية لا شرعية شعبية ولا دستورية ولا شرعية إسلامية ولكنه استمر يعد الناس بأنه سوف يعطيهم السلطة وليس كل السلطة وأنه يعطيهم سلطة المشاركة معه في الحكوم أو يعمل انتخابات ديمقراطية وما إلى ذلك الآن نتحدث عن هذه القصة عن قصة الوعود العقيمة بالديمقراطية أصدر الملك عبد العزيز بن سعود سنة 1932 عندما أسس المملكة العربية السعودية وقبل ذلك كان تسمى يعني إمارة نجد أو مملكة نجد وحواليها بعدما احتل الحجاز سنة 25 أعلن أنه المملكة ووحد الجزيرة أعلن المملكة العربية السعودية سنة 1932 فأصدر مرسوما بتكليف مجلس من الوكلاء النواب يعني لوضعي نظام أساسي دستور ما يسير حكم بلا دستور فلازم يضع دستور دستور للمملكة ونظام لتوارث العرش هو عنده 60 ولد فكيف يمكن تنتقل السلطة من واحد إلى آخر ونظام يعني قانون يسمون بسعودية القانون يسمون نظام حرام تستخدم كلمة قانون فالنظام معلش يعني مشكلة في الألفاظ ونظام من التشكيلات الحكومة وعرضها عليه يقعدون ذولي يشكلون يعني دستور معين ويعرضوه عليه لصداري أوامري فيها يعني هو بعدين هو يقرر يهب الشعب هذا الدستور كما يهب بعض الملوك أو وهب بعض الملوك ذلك وكان المرسوم اللي هو أصدره يتضمن تشكيل جمعية مندوبين يعني نواب يقول الدكتور أحمد بن باز أحمد بن عبد الله بن باز أن مجلس الشورى أقر في دورته لعام 1355 هجرية مسودة مشروع أو مسودة مشروع النظام الأساسي للمملكة الدستور يعني وتم رفعه للملك للمصادقة عليه سوى له في الدستور وقدمه له ولكن الركود الاقتصادي وأحداث الحرب العالمية الثانية لم يمكنها الحكومة من تنفيذ برامجها يعني حجها وقدمه للمصادقة الحرب العالمية الثانية وانتهت الحرب العالمية الثانية ولم يقر هذا الدستور ولكن هذا الدكتور أحمد بن عبد الله بن باز هو يتحدث أنه كانت هناك محاولة ويبرر ذلك في كتابه عن النظام السياسي والدستوري المملكة صفحة 96 هذه المحاولة اللي جرت في 32 تعبر عن شعور النظام بالحاجة إلى تشكيل قاعدة جديدة للشرعية الدستورية كبديل عن قاعدة القوة والقهر والغلبة خاصة في العالم بعد محد ما يقبل هذا الشيء هذا كل الناس يعني أصبحوا تقريبا ديمقراطيين ولكن لم يتم ترجمة ذلك المرسوم إلى واقع وهكذا ظل النظام السعودي محافظا على طابعه الاستبدادي المطلق وعندما توفي الملك عبدالعزيز سنة 1953 ووريثه ابنه الأكبر سعود أخذ يتصرف مثله كحاكم مطلق مما ولد أزمة في داخل العائلة المالكة ودفعهم للاختلاف فيما بينهم ذاك واحدة كان أبو وكان يصرف كلهم سامعين كلامه بس هذا صارت صارت لمشكلة بين الأخوان ف اتفجرت لمشكلة حيث انشق عددهم من أبناء الملك عبدالعزيز اللي هم الفواز وبدر وعبدالمحسن وسعد بقيادة الأمير طلال عام 1958 يعني بعد خمس سنوات وطالبوا بوضع دستور يحفظ الحرية والحقوق للمواطنين كلام معقول جدا وإقامة مجلس للشورى في ظل الملكية أنا ما يصير إشكلها حكم استبدأ دي مطلق فعين الملك سعود أخاه فيصلا رئيسا للوزراء سوى نظام جديد اسمه رئيس وزراء سابقا الملك عبدالعزيز هو كل شيء هو الكل في الكل ما في شيء اسمه وعيس وزراء ولا وزراء ولا معزنون ووضع نظاما لمجلس الوزراء أعطاه دور السلطة التشرائية هم الوزراء هم مشرائين هم منفذين وأعلن أنه سيضع دستورا للبلاد قال فعلا البلاد ما يستطيع تمشي هكذا بصورة فوضى فسوف نضع دستور للبلاد وشكل لجنة حكومية لصياغته كما يقول الكاتب السعودي فهد القحطاني في كتابه صراع الأجنحة صفحة 92 وصفحة 94 أنه شكل لجنة لصياغة الدستور بس إعلان إلا أن الأيام والسنون مرت دون أن ترى البلاد الدستور الموعود وعندما تولى الأمير فيصل رئاسة مجلس الوزراء للمرة الثانية أعلن في 6382 هجرية يعني 62 تقريبا بأن الحكومة قد وضعت برنامجا إصلاحيا كان دائما نشعرون في نقص بهذه الدولة في نقص دستوري نقص من ناحية المشروعية فأعلن الأمير فيصل كان رئيس الوزراء أن الحكومة قد وضعت برنامجا إصلاحيا وقال أن الوقت قد حان لإصدار النظام أساسي للحكم دستور في البلد مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الراشدين يضع في وضوح كامل المبادئ الأساسية للحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وينظم سلطات الدولة المختلفة وعلاقة كل جهة بالأخرى وينص على الحقوق الأساسية للمواطن ومنها حقه في التعبير عن رأيه في حدود العقيدة الإسلامية والنظام العام وأن النظام الشورى الإسلامي يجب أن يتم إحيائه من جديد ليسهم أهل الحل والعقد في بناء الدولة ومراقبة أعمال السلطة كلام جدا لطيف وجدا ضروري وجدا مهم ولكن خلنشوف وين صار هذا هذا النص اللي قرأت عليكم بالضبط يرويه فهد القحطاني في سراع الأجنحة صفحة 237 وأيضا ابن باز أحمد بن عبد الله بن باز في كتابه النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية صفحة 97 ولكن هذا الإعلان بقي مجرد حبر على ورق ولم يتم الوفاء به في ذلك الوقت ونظرا لغياب دستور واضح يحدد العلاقة بين الملك ورئيس الوزراء ما في علاقة واضحة شلون فقد كاد النظام السعودي يتفجر من الداخل ويدخل في حرب أهلية وذلك عندما عين الملك سعود أخاه فيصلا نائبا عنه في فترة ذهابه للخارج للعلاج ولكن الأخ النائب رفض إعادة السلطة إلى الملك بعد عودته إلى الوطن مستخدما لغة ديمقراطية جديدة حيث قال له إن هذه السلطات إن هذه السلطات أمانة وأودعتني إياها الأمة مو أنت يعني وأقامتني أمينا عليها وإنها لن تكون موضع مساومة كما أنني لا أستطيع التخلي عنها إلا أدا طلبتها الأمة صاحبة الشأن هو أخوه عينه ورجع قال يلا طين السلطات قال خلص أنا نائب الأمة مو نائب إلك وظل الأمير فيصل في صراع مع أخيه الملك سعود حتى استطاع أن يجرده من كل صلاحياته بدعم من رجال الدين وعلى رأسهم على الشيخ الذين أصدروا في 16 شعبان 1383 هجرية فتوى تنص على حق فيصل بإدارة جميع أمور الدولة في غياب الملك وحضوري ما كن فرق يعني ما بي مشكلة شو شفت فتوى عجيب فتوى بيد السلطان يعني ما يريد يوم يعطوه فتوى ثم قام الأمير فيصل أخيرا بالانقلاب على أخيه سعود وعزله من الملك سنة 1964 كما يذكر ذلك فهد القحطاني هذا التاريخ يعني ما في نقاش في صراع الأجنحة صفحة 112-113 وأنور عبد الله في كتابه العلماء والعرش صفحة 43 ملحق رقم 4 لحط الفوضى حتى في داخل النظام تهدد نفس النظام بالانفجار وبالصراعات وبالانقلابات وبالتجاوز الحدود ما في حدود ما في دستور مجلس لأهل الحل والعقد وقد أدت الأزمة الدستورية بين الملك سعود ونائبه فيصل إلى قيام مجلس غير رسمي وغير معلن وليس منتخبا من أي جهة صار فالمجلس تكون يعني بخلال هذه الأزمة عرف باسم مجلس أهل الحل والعقد وكان يتألف من حوالي 68 أميرا بالإضافة إلى 12 شخصا من كبار رجال الدين وهو الذي قام باتخاذ القرار بعزل الملك سعود هذا المجلس ألفه فيصل خلال رئاسته الوزراء واستعان به في عملية الانقلاب وقد كشفت الطريقة التي تم عزل الملك سعود فيها عن فوضى دستورية خطيرة فوضى فوضى دستورية خطيرة حيث تمت عملية التغيير استنادا إلى معادلات القوة في داخل العائلة المالكة مو إلى قانون معين معادلات القوة وفي ظل غياب دستور واضح يحدد صلاحيات الملك ومسؤولياته ويرسم العلاقة بينه وبين الأمراء والوزراء ورجال الدين وعامة فئات الشعب ويعين الجهة الشرعية التي تتولى محاسبة الملك وعزله ما في هذا الشيء هذا هو موجود وبعد أن أصبح فيصل ملكا قام بتعديد نظام مجلس الوزراء بحيث أصبح كما يلي كتب فتشي المادة السابعة مجلس الوزراء هيئة نظامية كما قلنا يعني هيئة تشريعية نظامية بالمصطلح السعودي يرأسها مجلس الوزراء وتصبح قراراته نهائية بعد تصديق جلالة الملك عليها كما يقول القحطاني في كتابه سراع الأجنحة صفحة 142 أنه صار هو تشريعه وتنفيذ مجلس الوزراء ونظراً لشعور الملك فيصل بفقدان النظام للشرعية الدستورية أيضاً شوفوا دائماً وما قدت النقص هذه يشعرون بها يعني مو مغافلين عنها نظراً لذلك وعد الملك فيصل المواطنيين بإصدار دستور يتضمن إقامة مجلس شورى ويكفل الحقوق الأساسية للمواطنين كما يقول أيمن الياسيني في الإسلام والعرش صفحة 166 ولكن الملك فيصل قتل عام 1975 يعني بعد أكثر من عشر سنوات من حكمه دون أن يقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه بس حكي كلام حتى يخدرون الناس ويضحكون عليهم وفي ذلك الوقت أعلن الأمير فهد ولي العهد ورئيس الوزراء عن إيمانه بالديمقراطية الإسلامية حتى كلمة الديمقراطية استخدمها أنه يؤمن بالديمقراطية الإسلامية وقال أن الشورى هي إحدى أسس الديمقراطية الحقيقية الشورى ووعد بقرب صدور نظام مجلس الشورى قال بعد أيام بعد فترة قريبة سوف نعطيكم هذا المجلس كما يقول أيمن الياسيني في الإسلام والعرش أو كما ذكر في مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 12-5-1975 يعني بعد اغتيال الملك فيصل جملك خالد وأصبح فهد ولي العهد فبدأ يعني يقدم وعود فارغة بالديمقراطية الإسلامية ولكن النظام السعودي استمر كما هو عليه إلى أن حدثت حركة جهيمان الأتيبي في الحرم المكي عام 1979 فتذكر الملك خالد موضوع الشورى وأمر بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الدستور كما يقول أيمن الياسيني في الإسلام والعرش صفحة 203 ثم عاد الملك فهد بعد ما أصبح هو ملك ليصرح عام 1984 لصحيفة السيندي تايمز البريطانية بعزمه على تأسيس مجلس الشورى خلال ثلاثة أو أربعة شهور مبعيد حدد أيضا وأن جميع أعضائه سيعينون مباشرة من الحكومة وبعد سنتين سيعطي الشعب حق انتخاب نصف أعضائه انتخابا مباشرا عن طريق مجالس المقاطعات وفي مرحلة لاحقة سيتم انتخاب بعض أو معظم أعضاء البرلمان بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين وسيكون المجلس برلمانا كغيره من برلمانات العالم وأنه سيكون أداة للتعبير عن الرأي ووسيلة لمراقبة تنفيذ سياسة الدولة وضمانا لمساهمة الشعب في الحكم شوفوش قد أنت ثقافة ديمقراطية ويعي بتفاصيل الديمقراطية وأهميتها هذا كما يقول القحطاني فهد في صراع الأجنحة صفحة 234 ولكن خلنشوف شو ما حدث بعد ذلك هذا في 84 إلى 92 93 عندما قدم الملك فهد الأنظمة ثلاثة وسوف نتحدث عنها في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا